مليارات دولارات يجنيها الفاسدون من شركات النفط وليس العراقيين إلا الأمراض الناجمة عن الغازات المصاحبة لاستخراج النفط تحقيق صحفي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي كشف عما اعتبرها جريمة كبرى ترتكبها الشركات النفطية العاملة في العراق من خلال عدم إعلانها عن ملايين الأطنان من الانبعاثات السامة الناتج عن حرق غاز الشعلة المترافق مع استخراج النفط وهو مصدر المهم لانبعاثات غازات الدفية التي تسبب الاحتباس الحراري وتسبب أيضا في ارتفاع نسب الأمراض بين العراقيين وحالات الوفاة وبحسب التحقيق ففي العام 2021 لم يتم الإبلاغ عما يعادل نحو 20 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر عن هذه المواقع وهو ما يعادل الانبعاثات الغازية لنحو 4 ملايين و 400 ألف سيارة سنويا أعلى مستويات لحرق الغاز في العالم موجود في العراق بحسب التحقيق ويتسبب بانبعاثات نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تعتبر السبب الرئيس لانتشار السرطان بين أبناء التجمعات السكانية الموجودة بالقرب من حقول النفط وفي البصرة وحدها ارتفعت حالات مرضى السرطان بنسبة 20% بين عامي 2015 و2018 وفقا لتقرير مسرب لوزارة الصحة ويلقي باللوم على تلوث الهواء حيث أظهرت تحاليل الهواء أن نسبة البنزين المرتبطة بسرطان الدم وغيرها من الأمراض وصلت إلى مستوى خطير في أربعة مواقع على الأقل ولا يقتصر ضرر انبعاث غاز الشعل على السكان فقط بل حتى على الغطاء النباتي والثروة الحيوانية والمائية وبالتالي تتحول المناطق القريبة من حقول النفط إلى أراضي غير صالحة للحياة لا يلوم العراقيون هذه الشركات فهي أجنبية وتبحث عن مصالحها وإنما يحملون المسؤولية عن هذه الجريمة بحق البيئة والشعب العراقي للأحزاب التي تبني إمبراطورياتها المالية على حساب حياة العراقيين